يعقد وزير التموين والتجارة الداخلية دكتور علي المصلح اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك وموسم توريد القمح المحلي يستعرض وزير التموين حجم التوريد من القمح المحلي آخر موعد لتسليم المحصول والاحتياطي الاستراتيجي من جميع السلع الغذائية الأساسية والقمح واللحوم كما يستعرض خطة الوزارة لاستقبال عيد الأضحى المبارك وحجم تعقدات اللحوم والأضاحي الحية وكذلك أسعار الأضاحي هذا العام سواء بالنسبة لسعر الكيلو قائم واللحوم المبردة